اسم التجربة موقع الصورة الهدف من التجربة تحديد مواقع وأطوال الصور التي تكونها المرايا المقعرة عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة الابتعاد عن المواد السريعة لاشتعال في أثناء تنفيذ التجربة أدوات التجربة شمعة مشتعلة طولها عشرة سنتيمترات مرآة مقعرة بعدها البؤري عشرون سنتيمترا شاشة بيضاء مصطرة مترية خطوات إجراء التجربة نجعل ضوء منطقة العمل خافتا نضع المرآة المقعرة على الحامل المتري عند صفر سنتيمتر نضع الشمعة أمام المرآة على المحور الرئيس الحامل المتري نضع الشاشة البيضاء قبالة الجسم والمرآة فوق مستوى الشمعة نحرك الشمعة بحيث تقع على المحور الرئيس بين البؤرة F ومركز التكور C على أن تكون قريبة من البؤرة ونلاحظ الصورة المتكونة نحرك الشمعة بحيث تصبح خلف مركز التكور C ونميل المرآة تدريجيا بعيدا عن الحائط ونلاحظ الصورة المتكونة نحرك الشمعة ونضعها بين البؤرة F والمرآة ونلاحظ الصورة المتكونة النتائج عند وضع الشمعة بين البؤرة ومركز التكور تظهر صورة مقلوبة ومكبرة للشمعة وفي الحالة الأولى في هذه التجربة وضعت الشمعة على بعد 33 سنتيمترا فتكونت الصورة على بعد 50 سنتيمترا وكانت الصورة مقلوبة ومكبرة وطولها 15 سنتيمترا ويمكنك تطبيق قانون المرايا والعدسات لتتحقق من النتائج التي حصلت عليها عند وضع الشمعة خلف C تتكون صورة مقلوبة ومصغرة بين البؤرة ومركز التكور وفي الحالة الثانية في هذه التجربة وضعت الشمعة على بعد 45 سنتيمترا فتكونت الصورة على بعد 36 سنتيمترا وكانت الصورة مقلوبة ومصغرة وطولها 8 سنتيمترات عند وضع الشمعة بين البؤرة والمرأة فلن تتكون صورة حقيقية تكون الصور المصغرة أكثر وضوحا من الصور المكبرة لأنه كلما تشتت الضوء انتشر على مساحة أوسع وكلما تجمع الضوء تركز على مساحة أصغر لذا تكون الصور المكبرة خافتة أما الصور المصغرة فتكون أكثر وضوحا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر